جولة الثالثة الجولة الثالثة لمس اكتف ماشي يعني؟ هتردي علي كل جملة هقولها هتقوليلي اوافق او ارفض او استثناء لو عايزة تشرحي حاجة او تقولي رأيك اوكي عندك خمس ثواني علشان تردي بواحدة من التلاتة دول هيكون العد التنازولي بيظهر عالشاشة اوكي مايا ليست ضمن اهم تلات نجمات في لبنان اوافق ارفض استثناء ما بيهمني تقديم البرامج اهم من اصدار الالبومات لا ليه ما بتعمليش الالبومات الالبوم رجل هينزل انتي بقالي كتير بتقولي كده اه غيرت حاجات فيه صراحة غيرت حاجات فيه بس انا في الوقت اللي انا بغير حاجات فيه بنزل سنجلز يعني مش قاعدة ما هو دي الفكرة انه بتقولي انه الالبوم قرب الالبوم خلاص الالبوم على وشك بعدين بتنزلي سنجل ومفيش الالبوم ينزل يعني ما سبش المكان فادي كده لا انا بشتغل بعمل سنجل وبصورها وبشتغل يعني الناس برضو عايزة عايزة الشغل بتعملي مع شركة انتاج ولا انتي بتنتجي لنفسك انتي بتنتجي لنفسك بس الالبوم هيكون مع شركة مع شركة ليه بتنتجي لنفسك عشان انا بتديت لوحدي من غير كيود ولا شروط حد يعني واشتغلت الوحدي ووصلت النتيجة حلوة جدا ووصلت النتيجة راضي عنها جدا تفوقت على رازال في ديل او نو ديل لا غير راضي بنسبة 100% عن نفسي راضي يعني موافقة موافقة يعني انا راضي عن نفسي 100% يبقى عرفه لا يبقى بترفودي السينما النظيفة تلائمني اكتر اكيد بس ودي علق على الموضوع انه ما بعرفش شو يعني لما بيقولوا سينما نظيفة يعني سينما نظيفة يعني خالية من العري خالية من الاغراء خالية من المشاهد الساخنة انا عايز اقول حاجة في الموضوع ده السينما ما في قيود مش عندي كل الناس هاي دي اسمه سينما يعني لما نحنا نبتدي نفصل ونعمل وحركات ومعرفش ايه يعني على قد ما نحنا بنتطور في حاجات وفي التكنولوجيا وافكار المخرجين تبعولنا وتمثيل وقادئ ممثلين على قد ما نحنا بنرجع لورا بعقلنا لا ولكن في تصنيفات هي مدارس السينما انا عايز اقول حاجة انا بيحترم نجمات انا بيتكلم عن مصر لانه هي اصلا ام السينما في العالم العربي بدون استثناء انا بيحترم نجمات السينما الكوداما اللي كانوا يعملوا احلى افلام بالعالم واذا اليوم هيدول الافلام ما اسمهم سينما نظيفة لكن هنما كانوا يعملوا سينما نظيفة نحنا ربينا على افلامهم تعلمنا منهم غرنا من نجوميتهم على قد ما هن كبار ومبويرين ناس منهم رحلوا ناس منهم بعض الموجودين شايفينوا عملوا كل حاجة انت بتتكلمي عنها والناس بتتكلم عنها واتمنى ان انت في سؤالك ده تكون غير مقتنعة بموضوع ده مصطلح سينماي موجود مصبوط لانه حرام انه الموضوع ده شاع كده وبوز حاجات كتير ده مش اختراعي اذا اذا احنا حتى عندنا اراء مختلفة لازم نحترم الاراء التانية انا في ناس عندها تحفظات على حاجات كتير حتى لو احنا شخصياتنا ما فيهاش تحفظ على الحاجات دي لازم نحترم الاخر لازم نحترم مشاعرهم يعني انا بالنسبالي كده اذا كده بتتكلم معي عن السينما ليه رفضتي 11 فيلم سينمائي ما كانوا عاشبين ما كان بدي مثل بوقتة صوات بس اللي اتقال ان انت رفضتي لاسباب مادية يعني رفضتي مسلسل الاكسلانس مع النجم احمد عز بسبب خلافات مادية صرح عنها المنتج واقل عبدالله ليه لا يعني وقتها اتقال انه ليه لا يعني وين الغلط في الموضوع